لو عندي عمر يكفي نشرت تعاليم الديني ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصيني بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم في ظلال الشريعة هل يقبل العقل الصحيح أن يعيش علماء المسلمين مع معارك ورقية حول مسائل قابلة للخلاف والتسامح والتأجيل حين آخر وهل يقبل النص الصحيح أن يكون تابعا ذليلا للواقع يستخدم حين الطلب تقه الواقع بين الإفراط والتفريط هو حلقتنا لهذا اليوم ننقشه مع شيخين جليلين الآن الدكتور نصر بن محمد السلامي أستاذ الفقوة وصوله والشيخ علمه محمد بن محمد الوزير الواقشي أستاذ الفقوة وصوله كذلك أهلا وسهلا بالجميع حياكم الله شيخ نصر حياكم الله شيخ محمد حياكم الله مشايخنا الكلام حقيقة هذا الأمر أصبح من الأمور التي لا يجوز تأخير البيان فيها فقه الواقع وما يجب أن يكون فيه فأبتدئ مع شيخ نصر ماذا نقصد بفقه الواقع الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقه الواقع مركب كما تعلم من كلمتين فقه واقع نعم فالفقه معناه الفهم فهم غرض المتكلم من كلامه أو الفهم الدقيق والواقع هو المجال الذي يعيشه الناس حياة الناس وما في هذه الحياة من عوامل مؤثرة ومن تغيرات ونواحي اجتماعية واقتصادية وسياسية والطوارئ والظروف التي تعتري هذه الحياة كل هذا ينطلق عليه الواقع فقه الواقع معناه الفهم الدقيق الشامل لحوال الناس وحياتهم من كل نواحيها خاصة الجوانب المؤثرة والعوامل المؤثرة على هذه الحياة وصف هذه الحياة الطوارئ التي تعترض على هذه الحياة بحيث أن الشريعة أو الحاكم الذي يريد أن يطبق الشريعة الإسلامية لإصلاح هذا الواقع لأن الشريعة الإسلامية ما جاءت لتحقيق صلاح الناس في حياتهم الدنيا والجزاة في الآخرة نعم فلا يمكن أبداً أن نصلح حياة الناس إلا إذا عرفناها وعرفنا مشاكلها ومظاهر هذه المشاكل والأسباب التي نتجت عن هذه المشاكل وكذلك العلاج العلاج النافع فهذا هو فقه الواقع الشيخ محمد تداخل حقيقة المصطلحة ما الفرق بين الفقه الواقع و الفقه السياسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلى الله وسلم الفقه قد أشر تعريفه ولا أريد أن يفيد في التعريفة الواوية بالنسبة للفقه نعم لكن الواقع نستطيع أن نقول هي الأفعال الإنسانية التي يرى التنزيل الأحكام عليها الأفعال الإنسانية فقط طبعاً الأفعال في اللغة قد تشمل الأخوال والأحداث والظروف لأنه كلها تسمى فعل يعني يقصد به كل هذه نعم أما من ناحية التعريفة الواقع باعتباره مركباً فهو يتكون من أربع أركان ممكن نسميها وممكن نشر إليها حتى بشيء من التفصيل معرفة حياة الناس بدقة نعم وتبين ما يتناسب معهم من أحكام شرعية وفق الطاقة ما يحقق مقاصد الشريعة الثالثة وفق الطاقة وفق الطاقة ماذا تقصد وفق الطاقة أو ستأتي لها أخراضة نعم أنا ممكن أشرحها بشيء من التفصيل نعم معرفة حياة الناس بدقة يعني هو الذي أشر لها فضلت الدكتور يعني معرفة أحوالهم أوضاعهم أفكارهم أمورهم ولذا العلماء جعلوا من الأصول والقواعد الفقهية العامة أن العادة محكمة ويالعادة لو يتأمل واحد فيها في أدلتها هي العرف العادة ما تقصد بها العرف هي العرف يعني نعم فمعرفة أحوال الناس لكن لا بد أن تكون معرفة دقيقة لأن الأحكام تنزيلها على حسب الوقائع لا بد أن يكون معرفتك للشيء معرفة دقيقة ولذلك يقول أن الأصول والقواعد الحكم على الشيء فرعون أيش عن تصورك فكلما كان تصورك تصورا دقيقا كلما كان حكمك على الشيء هذا حكم دقيقة نعم طيب تبين ما يتناسب معه من أحكامي شرعية أنا الآن إذا عرفت الواقع ووصفتك كما هو وأدركته عند ذلك أنظر ما هو الحكم المناسب من أحكام الشريعة الذي يتنازب تنزيل معه حسب ظرف القوة حسب فترة الضعف يعني يعني حسب قدرة والإمكانيات وهذا هو الذي يشير الفقر حسب الطاقة لأن الإنسان إذا جاء من أحكام الشريعة خارجه عن إطار قدرته فأراد أن ينزل حكم وفي مرحلة استضعاف ويريد أن ينزل في مرحلة قوة فتخيل لو أنه جاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم في فترة بعد يعني بعد الهجرة وأسر شخص ولا ضربوا ويقول اصبر آله يا سر فإن معدكم الجنة ستكون مشكلة كبيرة هذا هو وضع لكن في بني قينقاء لما كشفت ساق امرأة فقط أقامت دنيا ولم يقعدها وقامت حرب على بني قينقاء وحصروا وطردوا لأجل أنه ساق كشفت نعم وأما يعني في فترة سمية قتلها أبو الجاهل يعني قتلها الشنيعة ومع ذلك قال اصبروا فلا يتناسب منك تنزل حكم في مرحلة تقوة تقول لهم اصبروا إذا معرفت أحوال الناس كشرت ركن أيوان معرفتهم ما يتناسب معرفة القوة القدر والإمكان وفق الطاقة حسب قدرتك وإمكانياتك ولذلك يورد الناس من رأى منكم منكرم فليغير فإن لم يستطع ما يقولش فلا لا 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 ولو يستطع يعني يجب أن يستطع طيب فإن لم يستطع هذا ليس أنا يعني حتى وفق يعني أنت إذا كلفت نفسك أن تقوم بشيء وهو فوق طاقتك هذا ليس من فق الواقع يعني وفق طاقة المتحدث أو المفتي يعني المفتي المتحدث الجماعة يعني على حسب الذي سيقوم بالواجر يعني نأنزل لهم الفتوى بحسب مقدرتهم بالضبط حتى لا أكلفهم ما لا يطيب لأن إذا كلفتهم فوق طاقتهم ليس من الواقع نعم مثلا الآن يجب تحرير فلسطين لكن هل يجب على جماعة الآن ولا جزئية الآن يتقوم بالتحرير بذاتها وقعون في حرج فقط آه بالضب لكن أسير بمسيرة أنني أجمع الأمة تحت دولة واحدة وبعد ذلك هي ستقوم بهذا المهام الأمة نعم طيب بما يحقق مقاصد الشرع هذا أساس ركن في التعريف لأن الإنسان إذا لم يلاحظ يعني فقه الواقع لاحظ شيء الواقع فيه المقصد الشرعي نعم فإنه لا شك سيخل فتوافق هالواقع أضرب مثلا أضرب مثلي يعني وضح هذا نعم لو أن شخصا أحتاج أن يسع يعني يسعف زوجته في نصف الليل مثلا في حالة ولاده فلم يجد في المستشفى إلا رجل هل يعني يقول أنه فساء شهيدة تموت يعني ما ليس هذا كلام غير صحيح ولكن يقول ويفعلها عملية أو يحتاج فيها إذا احتاجت إلى أمر طيب قد يأتي شخص ويقول لكن هذا الرجل وهذه امرأة لمس المرأة لا يجوز يعني سيكشف منها مواطن عورة نعم نقول هذه أمور تحسينية في مقابل حفظ ضروري مقاصد ضروري لابد أن تلحظ هذا المقصد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صح مسلم أنه استأذنته أم سلمة أن يحجمها أبو طيبة فأذن لها وأحجمها في الكاهل وهي من أمهات المؤمنذ ورد فيها النص بالاستتار وغير ذلك نعم مع ذلك أجازة لها النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم هذا ما يؤيد أن مسألة في مسألة التطبب في هذا المر يعني أنا الآن لما سيؤدي ملاحظة ظاهر النص وخاصة في أمر تحسيني بما يخل فيه بأمر ضروري يجب أن نتجاوز هذا الأمر التحسيني التحسيني فقه المتغير الفقه السياسي يعني الأحكام المتعلقة المتغيرة المتعلقة بكيفية إدارة نظام الأمة أو كيفية تسيير أحوال المجتمع الفقه السياسي يعني آليات يعني هو كونه التحسيني نفاذه علاقة في التوصيف يعني هو جزئيا من جزئيات الواقع الذي ينبغي أن الحضار يدخل فيالواقع نفسه الواقع لا فقه الواقع لا فقه الواقع لهذا كواقع واقع السياسي لكن الفقه السياسي له علاقة بفقه يعني إذا جمعنا فقه السياسي له علاقة بفقه الواقع بفقه الواقع شيخنا الكريم هل النصوص الفقه والأحكام الفقهية قوالب يجب أن يرتب المجتمع على ضع هذه القوالب أم أن المجتمع هو الذي يصنع قوالب الفقه ليست المسألة هكذا أو هكذا وإنما هناك تداخل يعني أحكام الشريعة الإسلامية جاءت لتصلح هذا الواقع لا لتسائر هذا الواقع وإنما تصلحه يعني من الذي ينتج الآخر من المتقدم على الثاني هل الواقع متقدم على الفقه أم الفقه متقدم على الواقع الواقع قد يكون متقدما على الفقه باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وجده واقعا جاءت الشريعة لتصلح هذا الواقع لا تسائره لا تقر ما هو فيه وإنما ما كان صوابا تثبته وتحافظ عليه وما كان خطأا تصلحه وتعالجه ثم بعد ذلك تشوف قدرات الناس واختلافه لأن الناس يختلفون فالشريعة الإسلامية تراعي هذا الاختلاف مثلا حينما تكلمنا على حياة الناس واختلاف حياتهم والشريعة الإسلامية تراعي هذا الجانب ليس من أي لأن تستسلم لهذا الواقع وإنما من أي لأن تصلحه وتحسن حاله بما يتماشى مع قدرات الإنسان ونفسيته وقدرته على التغير مثلا الشريعة الإسلامية تفرق بين العاجز والقادر مثلما تضرب الشيخ مثلا على ذلك بين الذاكر والناسي في الأحكام بين المضطر وغير المضطر مثلا أبيحت أكل الميتان للإضطرار للإضطرار حتى لا يفقد حياته فهذا جزء أنا شفت هذا في واقع وهو أنه لم يجد الطعام الحلال الذي يمنع جسده من الموت أو يمنعه من الموت وفي نفس الوقت يدفع عنه المرض لكن في ميتة حرمت استحسانا من باب الكمالية حتى لا يصب الأمراض نعم ولكن أصبحت تعينت لحفظ حياة الإنسان هذا فلذلك أبيحت مع أنها في الأصل حرام هذا النظر للواقع الشريعة تفرق بين العمد والخطأ فالذي يقتل عمدا قصاص والذي يقتل خطاء دية فلذلك لا نستطيع أن نقول والله أن الشريعة الإسلامية تسير وراء الواقع وتقرر الواقع كما هو ولا أن الواقع يتحكم بالشريعة أو العكس وإنما هناك توافق بما يحقق مثل ما قال الشيخ محمد في التعريف الرائع لفكه الواقع وهو أنه ذكر المقصد ما هو المقصد من هذا الفكه؟ تحقيق مقاصد الشريعة فالشريعة لها مقاصد في واقع الناس فهذه المقاصد لا يمكن تحقيقها إلا من خلال معرفة الواقع ثم تنزيل أحكام الشريعة بما يتناسب مع هذا الواقع من أجل تحقيق مصالح الشريعة وإنما من أجل تحقيق مصالح الشريعة في واقع الناس والشريعة ما جاءت لا لتحقيق مصالح الناس بدفع المقاصد عنهم وجلب المنافع عنهم في الجانبي لأنه عندنا مشكلة الآن في بعض النص يتصور أن الشريعة جاءت فقال لتحقيق مصالح الناس في الآخرة نعم أما في أمر الدنيا يمكن أن تقوم على العنة وعلى الشدة وعلى الموت وعلى الفساد وعلى الضرر وما على الناس إلا أن يصبروا نعم وفي نفس الوقت في ناس آخرين يقول لك لا الشريعة الإسلامية ينبغي أن تحقيق مصالح الناس في الدنيا كاملة وما يتصورش أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح الناس في الدنيا وفي الآخرة في العاجل وفي الآجل وفي الآجل أحيانا الظالم لا أستطيع أن أنصف المظلوم منه في الدنيا بأسباب واقعية لكن مش معنى ذلك أنه خلاص انتصر هذا الظالم على المظلوم وانتهى أمره في آخرة في جزء مكمل في حساب وجزاء هذا المظلوم الذي لم يأخذ حقه في الدنيا سيأخذ حقه في الآخرة أضعاف مضاعفة وهذا الظالم سيأخذ عقوبته كذلك في الآخرة لكن الشريعة كما قال ابن تيمية جاءت الشرائع وجاء الرسل التحقيق مصالح الناس ما أمكن شف كلمة ما أمكن ما أمكن دفع المفاسد عنهم ما أمكن جلب المنافع لهم ما أمكن إيش معنى ما أمكن هذا اعتبر الواقع النبي صلى الله عليه وسلم رسول للناس جميعا ومع ذلك مات الرسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام لم يتجاوز الجهزة العربية لم يصل بعد العراق ولا إلى مصر ولا إلى الشام فهذا ما أمكنه في حياته لكن الأمة مكلفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغيش الرسالة والحمد لله اليوم وصل الإسلام إلى كل بقعة في العالم إلى كل بلد في العالم إذن شيخ محمد عندما يتحدث المتحدث عن هذه المسألة فيقول أنتم تريدوا أن تميعوا أحكام الشرع وأحكام الشريعة فقط حتى نجعلها مطية تتخذ وتستخدم حينا وتترك حين الطلب تستدعى حين الطلب فهل يوجد أدلة أو هناك مراجع حقيقية وأدلة حقيقية لما تتحدثون عن من فقه الواقع قبل أن نعرض فيها إلى الأدلة وهي أدلة كثيرة جدا أنا أعرض إليها ويمكن أن أخذ يوز والشيخ أخذ يوز لساعتها processor نعم ولكن حتى يضع كما يقال الحروف أن نقاط الحروف هناك فرق بين فقه الواجب وفقه الممكن فقه الواجب بيسموه فقه الواجب وفقه الممكن وفقه الممكن موايبا ما ينبغي أن يكون هذا تقصده الشريعة هذا موايبا ما ينبغي أن يكون. واعتبر ما هو كائن.. ما ينبغي أن يكون هذا المثالي. هو الشريعة. أصل الشريعة. الشريعة نعم. أصل الشريعة هو ما ينبغي أن يكون. والكائن؟ واعتبر ما هو كائن هو فقه الواقع. والأحكام الذي تتناسب معه. يجب أن يدرك الشخص فقه الواقع ما ينبغي أن يكون ما هو كائن وأن يسعى بما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون. إلى ما ينبغي أن يكون. بحيث أنه لا نقول هناك تعارض بين الواقع والشريعة. لماذا؟ لأنه يجب ليس من المنطق ولا من الفقه أن أتجاوز هذا الواقع ونزل أحكام على واقع ما ينبغي أن يكون يعني أنزل إلى المجتمع حتى أرتقي به لا أبقى معه وهذا الإشكالية هذا المفهوم يعني غاب وللأسف للظروف طبعا وقعت مشاركات كبيرة لأنه ورد في الحديث لتنقضن عروا الإسلام عروا عروا حديث أحمد من حديث أبي مواما مم فأولهن نقضنش الحكم وآخرهن نقضنش الصلاة فكلما انتقضت عروة تمسك الناس بالعروة التي تليها يربطون ينزلون لها طيب أنا لو احتجت كواقع أنني أمسك العروة التي تليها لكن هذا هو الوضع غير الطبيعي الذي لما أفلت عروة هذا يجب أن أسعى يعني يصبح معي واجبين نعم واجب أن أتعامل مع الواقع كما هو والواجب الثاني كيف أستطيع أن أعود بالواجب إلى ما ينبغي أن يكون يعني أرتقي يجب بعض من ضمن مخططاتي من ضمن ترتيباتي حتى أنا إذا فرق يسير أنا إذا لاحظت قلت خلاص الواقع دون أن أسعى إلى ما ينبغي أن يكون هذا هو فقه الواقع المخالف نعم يعني أنا أتعامل معه كلما بعد الانتقاض أو الخلل يؤدي إلى خلل وبعده كلما نزل خلل أتعامل معك كواقع المقصود شيخنا الكريم هناك الإشكالية الآن الإشكالية أنه أنا الآن في الشرع زمنيا أكون في ما ينبغي أن يكون فأنزل إلى ما هو كائن الآن هنا الخلل لكن أنا الآن يجب عندما يكون هناك يعني الواقع يختلف مع عورة تدين مثل ما الواقع الذي مرت به الأمة الإسلامية بعد سقود الدولة العثمانية أنا الآن يصبح معي واجبين أن أتعامل مع الواقع كما هو هذا واقع يعني صعب أنني أتجاوز لأنه موجود يعني نعم لكن ما ينبغي أن يكون ما ينبغي أن يكون هذا هو المطلوب أضرب مثل على أجل أنه يتضح بهذا يعني معروف حديث الأعرابي وهو من ضمن الأدلة طبعا وفي الصحيحين حديث الأعرابي الذي يبال في المسجد البولة الآن كان يعني ما يأتيش وقل لي ما حكم البولة في المسجد طبعا ذا يقول له حرام لكن الآن نحن نتعامل معك واجب الصحابة رضو الله عليهم لما رأوا بي بل قاموا تصرف طبيعي قاموا إيش ينكروه عليه قاموا إليه كما جبل الذي قام على يضربه فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه الآن كواقع لو أقرهم كان الأعرابي عدوه بداية البول بدل ما يبول في مكان واحد عيرشج المسجد كله سيكون الضرر أكثر أكثر أوسع طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن بال قد بال يعني العرابي قد بال ما عاد يشعدوا عيبون فهو الآن تعامل معه كواقع إشكالية الآن بعضهم اليوم يقول لماذا بال العرابي نحن نقول يا أخو قد بال كتم يعني أيها كيف نفعل ما هو الحل يعني طيب ثم النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه بواقع دعوه حتى أنا ما كمل قال يعني ثم بدأ يفهمه بشيء صبوا عليه سجل المماء عالشت واقع كما هو ما قمش أفترض أقول يعني لماذا لماذا بال بعضهم لأنه لا يقول لماذا الديمقراضية قلت إحني قد شاركنا في الانتخابة رئاسي الانتخابة نيابي يعني نحن نمارسها لأنكواقع ويجي يقول لك وهل تجوز طيب يا أخي أنا واقع ليس لك أصلا ترد أو أن تقل هو موجود صعب أنك تنكره كذلك ها هنا لماذا يبقى العرابي يقول يا أخو قد بال كيف نتعامل مع الحل هنا أنا الفقه الذي يتعلق في فقه الواقع كيف أتعامل معك بحيث أني أخفف فيها الضرر بدل ما يتسع المسجد كله يقع في مكان أخف الضرر أخي الارتكاب أخف الضرر لندفع عظم المسجدين هذا من فقه والواقع الذي لحظه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهناك أدلة أخرى كثيرة منها لما فتح مكة قال لعائشة رضي الله تعالى عنها لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لها دمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابان طيب لماذا يعني أليس بناء القواعد الكعبة على قواعد إبراهيم ودخل الحجر فيها وجعل لها بابان أليس من حكم الشريعة هو من حكم الشرعة أصلا لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك هذا لماذا لأن الناس غريبات حتى علل هو في النص بيقول لأنه الناس سيقول المحمد لم يعجبه من أمرنا شيء حتى الكعبة قم خربها تهدم الكعبة الكعبة ما عجبتش فربما يحدث عليهم فتنة قال دعوها خلص تركها ولو لم تكن على قواعد إبراهيم ملاحظة دانا للواقع لظرف لأنه مقريب عهد بإسلام مقريب عهد بجاهلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عبد الله بن أبي لما قال سم من كلبك يأكلك لن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل هذا كلام كفر ولذلك لما وصل الخبر للنبي عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق واضح أنه أصبح مرتد بسبه وطعنه في النبي وفي الرسالة بشكل عام لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيم الحد هل نقول عطل الحد النبي ألغاه نقول لا لم يلغيه ولم يعطله ولكن الآن لو أقامه فإن سيتداول عند العرب أن محمد يتركوا الناس بقبائلهم وأهليهم ويسلموا بعد يرجعوا اقتله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول الناس أن محمداً يقتل أي شيء حتى لا يكون سبباً لصد الناس وردهم عن دين الله عن دين الله في هذا الظرف ماذا هذا واقع ولا لا هذا واقع أخذ فقط لكذلك من الشيخ نصر نعم توزع الوقت نعم إحنا لو لاحظنا القرآن الكريم الأدلة فيه كثيرة القرآن في نفسه نزوله منجماً هذه السنوات الطويلة نعم من يوم بعثت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يوم مات العلماء كلهم يقولوا نزل القرآن على حسب الحوادث والوقائع والأسئلة والحوادث كانت تحصل مثل حدثت مثلاً الظهر هذا الذي ظهر من زوجته فنزل القرآن يبين الحكم نعم من أجل يحل المشكلة قائمة هذا الذي لا عن زوجته لا عن زوجته نعم يا أربعة شهود يا حد في ظهرك فنزل القرآن الكريم يعالج هذا الواقع هذا الذي حدث هنا سيطراء سؤال عندما يذكر مثل هذا الأمر يقول قائل أن نصوص الشرع نصوص القرآنية نزلت تعالج ذاك الزمن نعم تعالج زمن قبل 1400 سنة حدثت فكيف تريد أن تنزل على هذا المجتمع الذي بتغيراته بأحداثه النصوص التي وقعت في ذاك الزمان خرجنا إلى موضوع آخر لك باختصار في فك الواقع نعم في فك الواقع نعم في أشياء لا تتغير وتغير الزمان والمكان مثل هذا ملعنة الزوجة ما هو يحصل هذا في كل زمان ومكان قد يتكرر فالحكم ثابت كأسباب أخرى في أشياء لا تتغير في أشياء لا تتغير الصدق الكذب في أشياء موجودة في الإنسان لا تتغير بالعق تتكرر دائما في كل زمان ومكان فحكمها ثابت حكمها ثابت في الشريعة حتى حدودها ثابتة أحكامها يعني عقوباتها ثابتة لأنه لا تتغير في الإنسان وفي أشياء فعلا تتغير بتغير الإمكانيات والقدرات هذه الشريعة الإسلامية جعلت فيها قواعد قواعد عامة يمكن نقول هذه القواعد تحكم هذه الأشياء من حيث الأصول وأما التفريعات فمتروكة للإجتهاد مثل أيش أحكام البيع والشراء في تقدم في البيع والشراء بين الناس من زمن إلى مزا واختلاف إلى اختلاف كيف كان يستعملوا مثلا العملة وكيف الآن يستخدموها الناس اليوم أصبح اليوم بالبطاقة تخرج الفلوسك صح ألو ما يجب تحميلها معك هذه الشريعة الإسلامية تركت العرف يحكمها وفق مقاصد عامة وفق مقاصد عامة فقط وتركت للناس أن يجتهدوا فالشريعة الإسلامية في هذه الأمور له متغيرات اعتمدت على القواعد والمبادئ والعلل فالعلة متى ما جاءت دار الحكم معها وجود نعيش وعدما ولذلك شوفوا لأن العبادة لا تتغير العبادة لا تتغير لأن تحتمى الجانب الروحي لا تتغير كانت توقيفية والمعامات لأنها تتغير من مقصب توقيفية؟ توقيفية يعني لا مجال البشر أن يجتهدوا لا زيادة ولا نقصاء يتوقفوا عندما جاء فيه النص والشر فلا يزيد واحد يزيد لنا الآن فريضة ولا ينقل بدل رمضان ينقل الصيام فيه لا الصيام في رجب ولا في غيره هذه توقيفية لا مجال الاجتهاد فيها لكن المعاملات لأنها تتغير أصولها تتغير كثير منها تتغير فتركتها الشريعة الإسلامية للاجتهاد فالأصل فيها الاجتهاد ولذلك قالوا الأصل فيها الإباحة حتى يأتي ما يحرم فستجد أن الشيء الذي حرمه الإسلام لأنه مرتبط بمضرة وبمفسدة شوف القاعدة يحرم لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ولذلك قال العلماء إذا قال الطبي فأي زمن ومكان هذا خبيث هذا مضر ينبغي أن يقول العالم الشريعة هذا حرام في أي زمن ومكان فأي زمن ومكان لأنه هي القاعدة القاعدة إيش الحرام هو الخبيث أي أن كان هذا الخبيث في أي زبان ظهر والحلال هو الطيب فإذا ثبت واقعا أنه طيب فهو حلال ولا يقدر أحد يحرمه يعني قد يتغير الحكم من الزمان إلى الزمان باختلاف المعلومات الواردة باختلاف الواقع هذا نعم إذن شيخ محمد أريدك أرأك تريد أن تتحدث لكن سأدخل حقيقة مداخلتك إلى بعد الفاصل أسمح لي ذلك إذن أعزائينا المشاهدين الكرام محطة قصيرة للتوقيف ثم نعود بعدها ونضيف فلا تذهب بعيدا لو عندي عمر يكفيني فنشرت تعاليم الديني ما بين القاصي والداني لو عندي عمر يكفيني فنشرت تعاليم الديني ما بين القاصي والداني أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا المشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي هي بعنوان فق الواقع بين الإفراط والتفريض ضيوفنا لهذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور نصر بن محمد السلامي وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الوزير الوقشي مرحب بالجميع أهلاً وسهلاً بكم أنت دكتور شيخ محمد؟ نعم اللافظة في التعريف حياكم الله شيخاً كريم شيخ محمد فضل نعم فيما يتعلق ببقية هناك أدلة كثيرة في فق الواقع يعني لو أردنا أن نفعلها حلقة مستقلة في بيان الأدلة فقط وأوجهها طبعاً لكانت يمكن أن نفعل حلقة حلقتين لأنها أكثر من عشرين دليل أكثر من ثلاثين يعني كلما تتسع معك الأدلة الواردة في الشريعة لأنها جاءت تتعامل مع واقع نعم فأضرب مثل يعني ملاحظة الواقع الذي يتعلق بالشخص نفسه يعني بدليلين بسيطين مشهورين الدليل الأول حق العرابي الذي جاء مع زوجته في نهار رمضان فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت هلكت طيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتقرقه؟ بأنه ينظر واقع ظرفه هو نعم يعني أنه ينزل لها الحكم طيب هل تجد ما تعتقرقه؟ فقال يا رسول الله والله لا أجد إلا هذه يعني ما أصدر الحكم باشا تنقى الحكم هكذا يسأل الواقع حقه على أجل أن نزلها الفتوى فإن كان قادر على العتق قل لا اعتق طيب قال لا أجد إلا هذه قال طيب هل تستطيع شوف الانشاء هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال يا رسول الله يعني ما أهلك إلا الصوم هو لو أنا استطى تصوم فقال فهل تستطيع أن تعتق يعني هل تطعم ستين مسكينا فقال وهل يا رسول الله يعني والله لقد بتنا وحشين فهو قبل أن ينزل لها الحكم ببدأ يسأله هل أنت كذا؟ لجل أن الشخص نفسي يجب أن ألحظه في التنزيل ولذلك إذا لحظ هذا في التنزيل بالنسبة للشخص حتى الشخص الحادثة العامة الحادثة السياسية الحادثة بالنسبة للمجتمع الحادثة بالنسبة للمجتمع الحادثة بالنسبة للجماعة وقدرتها واستطاعتها وكانت تفانى وصف الوضع حسب القدرة والإمكان والأحداث وبعدها أقول ما هو الحكم لماذا أسأل عن هذا التفاصيل لكي أعرف ما هو الحكم وهذا طبقه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في حديث أبي داود أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الأخب بالزوجتي في نهار رمضان فقال له لا طيب جاء شخص آخر جاء شخص آخر نعم فقال يا رسول الله هل أخب بالزوجتي في نهار رمضان قال نعم فقال فعجبنا له يعني الراوي قال فرأينا أن الذي قال له لا شاء والذي قال له لا شيخ يعني رأى حكم الحاج المستفتي حال المستفتي نفسه في تنزيل الفتوى حتى الشخص نفسه ولذلك لماذا أنا ألحظ التوصيف ولذلك لما تكلم فضيلة الدكتور هذا يعني أثار يعني هو كذلك من فقه الواقع القرآن الكريم لأن لو نتخيل الآن أن القرآن نزل في عصر النبي جملة واحدة مروا واحدة نعم وبعدها بدأ خطابين خطاب يقول لهم اصبروا وصابروا ألم ترى ذي يقول لهم كفوا أيديكم أخيم الصلاة يعني لا تقاتلوا ويأتي له اكتلوهم حيث افتموهم قاتلوا المشركين يعني فأنت لما تأتي يعني أنا متأكد لو كان هناك شخص متخلف من بعض متخلف في عصرنا دالي ذي سيقول للنبي النبي مقصر لا أطبكش القرآن إذن دعني أخذ سؤال آخر للشيخ ناصر وأقول في المقابل أيضا عندما يتحدث المتحدث بنفس هذه النبرة أنتم يا دعاة فقه الواقع القرآن أصبح عندنا كاملا فإذا طبقتم بعض الأحكام أين ستسيرون بالأحكام الأخرى أولا لابد أن نفهم أن فقه الواقع ليس دعواء ادعاه بعض العلماء في هذا العصر نعم بل هو حقيقة لا بد منه ولذلك من القيم ذكر أن المفتي لا يستطيع أن يفتي إليك إذا كان عنده علم الوحي يعني ابن القيم تكلم عن فقه الواقع نعم تكلم عن فقه الواقع وحتى لما بدأ يثهر هذا الموضوع ألف الشيخ الألباني وهو من علماء السلف السلفين يعني في هذا العصر رحمه الله كتاب وبحث كامل عن فقه الواقع وعرفه وأصر له نعم وتكلم على مسألة العنوان الذي جعلته لهذا الحلقة الحقيقة يا أخي الكريم أن أكبر تحدي يواجه العلماء العلماء الذين يريدون أن يغيروا واقعهم يعني ينهضوا بالأمة واقعية لا نظريا كما قال ألباني بضعك من تلما قال ألباني يعني الهدف هو نهضة الأمة واقعيا لا نظريا نعم فالعلماء الذين يريدوا أن يصلحوا حال الأمة بعد أن تفلتت الأمة كثيرا تفلتت عن كثير من قيمها ومبادئها وفقا لما قاله النبي صلى الله الإسلام عرو وعروة فالآن نحن نبني نبني أمتنا على ضوء شريعتنا الإسلامية فأكبر تحدي واجهنا اليوم هو هذا أن القرآن نزل بالنسبة لنا تلقيناه جملة واحدة نعم وبالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوه بحسب الأحداث والوقاع بالوقاع نعم بدليل أنه في آيات تقول لا كف يدك نعم كفوا أيديكم بدليل أنه كان يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة ثم جاء تشتنبوا هذا الدليل على أنه جاء بحسب الأحداث فالعلماء اليوم كيف يستطيعوا أن يأخذوا القرآن هذا الذي نزل على جملة نزل جملة أو تلقيناه تلقيناه جملة نعم 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 أن يدرسوا العلل والأحكام والأسباب لأن كل حكم له شروطه تمام شروطه ماذا؟ شروطه التنزيلية شروط تطبيقه نعم عندما تقول الآن في عدو دخل بلادك أو احتل بلادك أو قاتل تمام الجهاد متوفر فيه لوجود السبب لوجود السبب أنه في عدو معتدي عليك نعم يحق لك أن تدافعه وتقاتله طيب هل القدرة موجودة؟ من الشروط القدرة فهل القدرة متوفرة أم لا؟ إذا كان القدرة مش متوفرة فمع ذلك أنك تأجله مش من أجل تلغي الحكم الشرعي وإنما على أساس أن العجز قائم والقدرة غير موجودة الآن وفي نقطة مهمة جدا لا ينبغي لي أن أستسلمي هذا الواقع أنا الآن أجل الحكم لأسعى في امتلاك أسباب أسباب القدرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قتل من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدرة غير موجودة للمواجهة أجل الحكم المواجهة والقتال لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة؟ لم يستسلمي واقعه وإنما انشغل بأيش بتوسيع القدرة وتكثير الأنصار حتى أمتلك أسباب القدرة فأكون قد حققت لأيش الشروط نعم وحينئذ أقيم الحكم الشرعي وهو قتال هذا العدو الذي اعتدى علي أو أقف يده مثلا مشكلتنا الآن أحيانا في التفريط هو أننا نقرب الواقع ثم نستسلم له سأضرب مثال الحاكم الظالم الأمة الإسلامية في أوائل ما ظهر هذا الحاكم الظالم الفاسق واجهته كثورة الحسين بن عبد رضي الله عنه وغيره فكانت نتيجتها مفاسد كبرى دماء أكثر لم يتغير هذا الظالم فجأل فقها وقالوا القدرة غير موجودة أو المفسدة أكثر من مفسدة بقى هذا الحاكم الظالم ما دام لا زال يقيم أحكام الإسلام نعم لكنه ظالم في نفسه ألغى الشرع ألغى حكام الشرع اغتصب حق الأمة في السلطة فمع الأيام مع الأيام استسلم الناس لهذا الواقع هذا الواقع ما هوش الأصل وإنما هو ظرف طارة نعم استسلموا لهذا الظرف الطارة وأصبح كأنه هو الأصل وهذا كان مشكلة كان ينبغي الأمة أن تبحث لماذا المفسدة الكبرى من تغيير هذا الحاكم الظالم كيف نخفف هذه المفسدة الكبرى ونزيد من قدرة الأمة على إزالة هذا الحاكم الظالم حتى نرجع إلى الأصل وهو أن يكون الحاكم عدلا لا أن نستسلم له في حيننا الآن الأمة الإسلامية بين منهجين منهج تفريطي أيها هذا المنهج التفريطي استسلم لواقعك خلص الأمريكا متحكمين بنا ليس بالإمكان نحسن من ماته ليس بالإمكان نحسن من ماته استسلم لهم استسلم لهم قالوا لا يمكن نعود أمة واحدة إذن نبقى كما نحن مقسمين نعم قالوا لا يمكن نطبقوا حكام الشريعة لا نسلم نسلم وهذا واقع كثير من الحكام قبل الثورات العربية وفيه ناس عندهم إفراط يريدوا أن يطبقوا حكام الشريعة دون قدرة دون مراعاة الواقع والمفروضة الوسطية التوازن أيوة أساير هذا الواقع ثم أخذه وأرتفع به إلى النموذج الذي تريده الشريعة الإسلامية دون تنازل ودون ما نقول يمكن تجاوز بالضبط لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المنبت يعني المسرع لا أرضاً قطعة ولا ظهراً أبقاء يهلك أصحابه يهلك العاملين للإسلام دون نتيجة وفي نفس الوقت لم يصل لم يحقق المقصد لم يحقق المقصد شيخ محمد هل لفقه الواقع أثر في تغيير نمط الاجتهاد ومنهجية وشروط المجتهد يعني لا شك هناك ربط بين خاصة الاجتهاد وبين الفقه الواقع العالم إذا لم يكن عارفاً معرفة دقيقة بالواقع لا يجوز له أن يفتيه لا يجوز له أن يفتيه لا يجوز له أن يفتيه في اليمن ولا ميدين كذا وترسلها نعم بلد الابا ما يمكنش لماذا؟ لأن الوضع في اليمن غير الوضع في مصر غير الوضع في تركيا غير الوضع في أوروبا أضرب مثال حتى يتضح به المقال يعني تفضل مسأل تصدير الفتوى نعم أنت الآن لو سرت تركيا ولا لبنان ولا مصر في فترة سابقة والنساء عاريات يعني بالتعبير حكينا نقول بغير سراويل مكشفات رؤوسها وبعدها تأتي الدريدة أن تنزل أن المرأة يجب عليها قل للمؤمن يعني يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسان يدلين عليهن منهش من جلال يبين فأنت لما تخاطف في مصر إذا أو في تركيا أو في غيرها أن المرأة يعني تتغطى معدى وجه وكفيها ستكون قديمة متشددة في نظرهم طبعا في واقع المجتمع الذي يحيشون فيه نعم لكن مش معقول تأتي إلى اليمن غير معقول تأتي إلى المرأة مغطى كلها وتقوم تأصل مسألة أن العوارة هي الوجه والكفي يقول لا فرق يعني هي الآن قد يأخذ بالواجب والمندوب أو بالواجب على رأي من يقول أنها واجب الاثنين نعم طيب هي الآن قد تأخذ بالشرع سواء وقلنا مستحب ولا واجب يعني تغضية الوجه والكفين هي هو مشروع في الجملة هي قد تأخذ من المشروع أنت الآن تدعو إلى أنها تتنازل يعني مجرد أنك تدعو إلى ترك المندوب أو ترك ما هو أولى هو مخالف للشرع نعم فغير صحيح أنك لما تأتي ولذلك بعض إخواننا المصريين ولا بعض الذي يأتي من الخارج لذلك الظرف عندهم مختلف في جيل اليمنيين وهم متحجبت بهذا الشكل يبدأ يريد أن ينظر لمسألة كأنه الوضع يعني هذا المرأة تكشف وجهها وكذا هو الوضع للصح لماذا أنتم تشددهم في هذا يقول لي يا أخي رجاء أنت بتنزل الآن على واقع غير واقع غير واقع اليمن غير واقع السعودية غير البلاد التي لازالت محافظة على هذا الشيء هذا هو الظرف الأصلي وهذا كالظرف المخالف الذي كنت عليه استثنائي وهذا مش حل وسط هذا ليس حلا وسطا ولا همراعة ولذلك يا إخوة لا تصلح لا يصلح فيها تصدير الفتوى ومن ضمنها هذا القضايا حق مثلا في الغرب حق زوج فرند أو جار فرند يعني في الغرب به أصطقاء لكل واحد صديق ففكرة أنه لما طرأت بعض المشايخ مشايخين أنه يعني ممكن بدل مثلا ما يذهبون إلى الجامعة ويكون ما يبش عندهم تاهية يمكنهم يزوجوهم ويكونوا يذهبون يدرسون لكن هذا لو وضعتها في العالم العرافي والإسلامي دون أن يؤسس لها بيت ستكون مشكلة شيخنا الكريم الفتوى لا تصدر كلام قد يفهمه آخر لأنه الآن قد يقول قائل في مثلا في واقع الثورات العربية وانظرت مثلا بهذا وتحدث كثير من العلماء أو كثير من الناس كانوا يحتجوا أن أهل مكة أدرى بشعابها فالذين يفتون بقتل السوريين من علماء سوريا يقولوا نحن أدرى بمكة والذين أفتوا للقذافي والذين أفتوا لمبارك سابقا وللانقلابيين لاحقا يقولوا هذا النص يقولوا نحن العلماء ونحن أدرى بوضعنا وأدرى ببلادنا وفي كل واقع يتحتم علينا هذا الأمر والأفضل أن ندخل فيه خيرا من أن نتركه نعم هذا يعني صحيح كطرح لكن أنت الآن من هم الذين ثاروا لو لاحظت الثورات العربية التي قيمت هي صدرت حتى بفتاوى من علمائهم هم من أهل البلد نفسهم من أهل البلد أهل سوريا هم الذين أفتوا بالجهاد أهل ليبيا هم الذين أفتوا بالخروج والله المصر هم الذين يعني علماؤهم وشيخ الأزاروا في اليمن هم العلماء يقولون القرضاوي هو الذي أفتا به لا طبعا لا هو به هناك يعني من كبار علماء مصر يعني لا نتجاوز الواقع هذا يقول تجاوز للواقع مش صحيح يعني كذلك في اليمن يلاحظ فيه يعني ما هو الظرف الواجب أو الممكن أو يقدره هؤلاء العلماء وهذه يا إخوة يعني مهمة جدا لأن الشخص دائما إذا لم يكن يعرف ملابسات الواقع للفتوى سينزله على غير مناطة المحل كما أشار إليه المام الشاطبي إدراك الحكم الشارعي هذا هو الحكم الواجب طيب إدراك محله للتنزيل هذا هو المطلوب يعني فواقعا هناك علماء في كل بلد ولذلك اختلفت حتى طريقة التوراة طريقة التصرف إزاء هذا الظالم كل واحد له آلي وتصرف طيب ففي اليمن كانت للصورة نتيجة ليش الاجتهادات علماء وسياسيه ومفكري بما يتناسب مع ظرف اليمن ولذلك السيرة الثورة الحق غير السيرة الثورة الحق وكل فترة وكل ظرف يصدر فيها الفتاوى حسب ذلك الواقع من علماء ذلك المكان لكن هذا العالم الذي يفتي للحاكم هذا الذي يسمى عند علماء المسلمين مفتي السلطة وحاكم عالم السلطة هذا عالم السلطة الذكر والعلماء ومن عرف عنه أنه كما جاء لبعض نقول عن بعض مشايخ الأزهر أنه لما عبد الناصر فعل يعني أرد يعني قام فعل الدستور وبعدها فعل مشكلة لأنه فعل الشريع السلام مصدر رئيسي وإلى آخره فقال واحد من أحد العلماء الأزهر قال مهلو عبد الناصر عمل إيه يعني ليش لماذا عمل هذا العمل كان بالإمكان أنه يعطينا وإحنا أنه في حل الفتوى ما نزلت يعني أخرى عن الناس لكن كثير من العلماء الأزهر أصحاب الدين طبعا هذا عالم السلطة الذي يؤثر عنه أنه أن الحاكم إذا أرد فتوى يسير يستدعم ويجو يفتوه هذا عالم سلطة وهذا يا إخوة يجري يعني تسطر فيها فتوى يعني مخلة ليش لا يعتبر فيها الوضع ولا يعتبر فيه هو ينظر ماذا تريد يعني في الحقيقة المفتية السلطة المفتية هو الرئيس أو الحاكم مش هو العالم هو عليه نفصل بس نعم فهو قد يقوله حرام وقتلوهم قاتلو وقتلو هؤلاء لأنهم مجرمين وإيش وانت دي الأدلة دي الحجاج يعني قد صدر الفتوى طيب معنا الأصل الشرعي عندما ننظر إلى المسألة نحن أول حاجة ننظر المقدمات والظرف والوضع والأدلة ونسترحوك مش نسترحوك ونرجع نبحث عن أدلة وظروف أو سيتكون أثر لقضية فهم الواقع في قضية مجريات الحضارة الإنسانية في نسبة المسلمين الخاصة الوضع الاقتصادي السياسي هل سيتكون لفك الواقع أثر في مثل هذه الأشياء نعم هو معرفة فكه الواقع من أجل إصلاح الواقع هذا بحيث يكون حتى لا أكون أنا عندي انفصاء بين فهمي لأحكام الشريعة ونصوص القرآن والسنة وطبعا هذا أصبح متيسر فهم الشريعة وأحكامها أصبح متيسر وإمكانية التعلم في هذا الزمن لأحكام الشريعة أصبحت وسائله سهلة وبسيطة نعم لكن المشكلة هي معرفة هذا الواقع الذي تريد أن تصلحه بهذه الشريعة وهنا يقع الاختلافات لأنه عملية اجتهادية لذلك يقع الخلاف بين أيش العلماء نعم نحن بي نقول كلما أحسننا دراسة فكه الواقع دراسة حقيقية قائمة على يعني وسائل علمية دقيقة كلما استطعنا أن نصلحه من خلال أحكام الشريعة أن نزل له من أحكام الشريعة ما يتناسب معه الإصلاحة شوف النبي صلى الله عليه وسلم سأضرب أمثله جاءه رجل يستأذنه في الزنا نعم النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الشاب ومنه من أين قبيلة من أي فتعامل معه بطريقة لإصلاحة كيف؟ قال له أترضاه لأمك قال لا فداك بي أمي رسول الله قال كذلك الناس لا يرضونه لأماتهم أترضاه لأختك قال لا المهم حتى شوه له صورة الزنا في رأسه من طبيعته لأنه عربي عنده شهام عنده نخوة لا يقبل مثل هذا أيوان ليس ديوثا حتى كره الزنا ودع له النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد أنه في أحد الدعاء كان في دولة أوروبية نعم فجاءه شخص يقول له بعد حوار طويل اقتنعت بالإسلام ولكنني لا أستطيع أن أترك الزنا ففكر هذا الداعية وقال سأفعل معه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الشاب فبدأ فقال له أترضاه لأمك قال إيش المشكلة حر إيش شخصية إذا هي راضي ما في المشكلة لا لاحظ لا لاحظ واقع البلد واقع أوروبا واقع الناس خلاف ذلك العربي فأنا أقصد معرفة الواقع الصحيح سيكون طريقا لتحقيق تغيير أنا أنشد التغيير أنا من السهل أنني أجلس وراء هذه الطاولة وأفتي وأقول ما هو الحق وما هو الصاف في كل قضية لكن أن أغير واقع الناس أن أقول هذا الشاب من شاب يحب الزنا ولا يستطيع أن يتركه إلى شاب يترك الزنا ينبغي لي أن أعرفه أقعه وآتي له من هذا الباب القرآن الكريم لما ذم الخمر في القرآن مرتين وحرامه في الثالثة ليش هو مراعاة لنفوس الناس كانت نفوس العرب مرتبطة بالخمر ارتباط كبير موالعة والنفوس موالعة بالضبط كارتباط نعتبر كارتباط اليمنين بالقاتل هذا التغيير هذا النفوس الحكم لا شكل ما يفرق لا طبعا في فرق كبير أننا نتكلم من حيث الشبه من حيث التعلق ومن حيث الحكم تمام الفرق كبير أنت لا يفهم هذا فأقصد هذا التعلق نفسي والنفوس ليست سوا في مواجهة شهواتها في نفوس راقية تركت الخمر قبل ما يأتي الإسلام وفي نفوس من أول ما سمعت قوله تعالى يسألونك على الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قالوا ما دم في إثم كبير نحن لا نريد الإثم فتركه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة النفوس الدرجة الثانية قالت ما دم الله لا يريد مننا أن نقبل عليه ونحن في حياة سكر فبباب أولى حياتنا كلها لا يكون فيها سكر حتى لا نخرج عن الارتباط مع الله فتركوا الخمر الآخر قالوا لنفوسهم أضعف هل حرم الله الخمر بهذه لا إنما حرمه وقت الصلاة أو قبل الصلاة ونحن سنفعل ذلك ونشربه في أوقات أخرى ولم يحرج على الجميع ولم يحرج على الجميع حتى جاءت هذا تدرش في تغيير النفوس لأن النفوس تختلف نفوس الناس يا إخوة تختلف ولذلك لما تجي تخاطفها بأحكام الشريعة قد تنفر منه ما لم يش نتعامل معها لا نجعل الناس كلهم في درجة واحدة من الإيمان وكلهم في درجة واحدة من قهر النفس وتجاوز هذا الضعف الموجود فيها ولذلك لما عرفوا وانقسم الناس وبدأ أكثر الناس قد تركوا الخمر وبدأ الناس يدركوا أن في الخمر إثن وبدأوا يقرؤوا القرآن الكريم ويشوفوا آثاره السلبية حين إذن قال فشتنيه وخلص فتركوا الجميع ولذلك من أهم آثار فقه الواقع أنه يحقق لنا الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بالحكمة والموعظة الحسنة أنه يوصل للنتائج السليمة حتى ما يكون الفتوى حقنا في وادي آخر وواقع الناس في وادي آخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أشوفك في استفادة فقه الواقع كان في مجموعة مستضعفة الصحابة كلهم والمسلمين الأول كانوا مستضعفين في مكة لكن في صحابة قادر بشخصه مثل عمر الخطاب وحمس المعبد المطلب من يأتي أذيه وبعض الناس بقبيلته وبعض الناس مستضعف لأمعوا لا قبيله ولا هو قوي في ذاته قال لهم الحبشة هاجروا الحبشة إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد هذا الاستفادة من الواقع أيضا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بعادات الجاهلية كان في عادة في الجاهلية اسمها الجوار الجوار استفاد منه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل مكة في جوار المطلب بن عدي إذن فيها الواقع يجعلك تستفيد من إمكانيته حين عندما نشوف أن فيه العالم الإسلامي اليوم بين الديمقراطية وديكتاتورية هي واقع خارج الأصل في الإسلام لكن أنا أشوف الديمقراطية مثلا أن فيها فوائد تحقق لي أهدافي من حيث أنني أصل إلى أن يعاد الأصل إلى الشعب والشعب متدين والشعب حينئذن عندما يكون متدين سيختار دينه فأستغل هذا الواقع وأرى أن الديمقراطية أقرب لي إلى الإسلام من ليش من التكتاتورية وليس ذلك استسلاما للواقع ولكن مسايرة لما فيه من مصالح أستطيع من خلالها أن أحقق أهدافي لأصل إلى الواقع المثالي الذي أنا أبحث عنه جميل شيخ محمد إذن كيف أن أتعامل مع الموروث الفقهي والموروث التاريخي والفكري للسلف وما يمكن أن يكون إنجاز عظيم هل نترك كل هذه الأشياء؟ هل نأخذ منها واترك بعض؟ ما الذي نصنعه؟ نعم هذا سؤال مهم جدا هذا لكن قبل أن أطرقه يعني باب التتميم لفضيلة الشيخ إذا كان الله سبحانه وتعالى راعى واقعا ناس هل يعقل نحن ما نراعيش الواقع؟ خذوا الله في الخمر نعم يعني خذوا خمر يعني فين بغي أن نلتفت لهذا لأنه يجب أن نراعي هذا الوضع عند تنزيل الأحكام الشرعية فإكتداءا بطريقة الله سبحانه وتعالى في تنزيل الأحكام على الأمة حسب الطاقة وحسب الخضراء إلى آخر لكن السؤال وهو كيفية التعامل مع التراث يعني لا شك أن الأمة يعني هناك دراسة وبحث في أن الأمة الإسلامية في فترات منذ نشأة منذ نشأة يعني الدولة والأمة في الخلاف الراشد وما بعدها كان لا يوجد لديهم تراث هم صانعوا التراثم فكان كل ما يأتيهم سؤال يفتونه على حسبه الواقع إنه يدرس الواقع ونزل فيها الحكم وجرت هذا إلى فترة عصور حتى الأئمة الأربعة وكان لو لاحظت جميع فتاة والأئمة الذي أفتو ستلاحظ أنها كانت ملابس إلا في أحكامها بالواقع والواقع كان له أثر ولذلك وجدنا يعني اختلف في الفتوى بعض الأئمة مثلا الشافعي قول قديم قول جديد بعض الأئمة مع قول في بداية حياته وقول في آخر حياته ولا يقال أنه اختلف الحكم لا اختلف الوضع فاختلف معه اجتهاد المجتهد جاءت فترة لما قام التعصب والتمذهب على المذاهب حاولوا أن يجردوا أحكام الأئمة من ظروفها الواقعية فصدرت معنا ما يسمى الفتاوى يعني كتب المذاهب الكتب المعتمدة ستلاحظها أنها متون تسمى متون تجريدية يجرد فيها الحكم دون النظر على الواقع والتجريد هذا بالنظر إلى ملابساته بدون النظر إلى ملابساته بدون النظر إلى ملابساته لأنه العالم لما أصدر الفتوى هم أخذوا من يعني هم جاموا نظموا اجتهادات الأئمة يعني مثلا أبو حنيفة لم يكن له كتب مصنف متن نعم فكانت اجتهادات الشافعي يعني ما لكذا والشافعي الذي يكاد يكون تدوين ومع ذلك اختلف قديم وجديد نعم لماذا لاختلاف الوضع طيب الذي جاء بعده جاء يجرد الأحكام يعني بيقول ما أصدر الحكم الشافعي يجب كذا ويحرم كذا ويفعل كذا بغض النظر عن الملابسات الذي كان الذي صدرت فيه خلالها الفتوى نعم فصدرت معنا كتب التراث كتب تجريدية عن الواقع نعم ومجرد آرة حتى بدون ما عاد كان ينظروا بعدها إلى الأدلة نعم يعني ما عاد يقولش وهي الدليل ما عاد ينظرش إلى الدليل يأخذ قول الشيخ بس الحكم بس نعم هذا الحكم التجريدي يتصور فيها الواقع على اختلافه فإن وقع كذا فهو كذا وإن وقع يعني بإبداء في الفروع وشرحها نعم طبعا لما جاءت ستلاحظ أن المذاهب أنفسها يعني فيها خلاف بين أصحاب المذهب يعني مع أنه مذهب الشافعي ومع ذلك ستجد الروياني له رأي والغزالي له رأي والنوي له رأي والرافعي له رأي وعند الحنفية يعني الطحاوي معه الأراضي يوسف الحرم الحسن أصحاب المذهب كلها كل أصحاب مذهب نعم يعني حتى داخل المذهب اختلف طيب لماذا نتجة الاختلاف وهي الأصول واحدة اختلاف الواقع في عصرهم نعم ولذلك كانت يعني الفقهاء لما لاحظوا أن الواقع لا بد معالجته على أشخاص كانت تدرس الكتب المذهبية التراثية للتعلم فقط تدرس للتعلم فقط لكيفية التعليم فهذا للناس لكن مسألة الواقع كانت تصدر فيه فتاوى تستطيع تلاحظ فتاوى الشوكاني فتاوى الشيخ الإسلام تيمين فتاوى السبكي فتاوى السيوطي أيش الفتاوى يعني معالجة الواقع بالنظر إلى أحكام الش إلى أحكام الشريعة نعم فمن هذا الحيث أنت لما تلحظها في كلام العلماء في هذا ستلاحظ أن التراث هذا ينبغي أن أتعامل معه كالتالي وهو أنه يجب دراسته ينبغي معرفته ولكن أنا أشبه للتقريب لأجل الوقت لأنه يضيق نعم يعني مثل يعني الطبيب لما يدرس أربع سنوات خمس سنوات وبعدها يدوله الجث الميت يشرح فيها يشرح ويروقف يركع وكذا لو نعلم فيه شخص عادوحي كمان موت ناس لا ما يتعلم لذي الطبيب نعم لكن لما ندير الجث الميت يشرح فيها يركع فيها لا غلط يعني هو بغلط في ما عايض لن يترتب عليه ضر فإذا علمنا أنه حذق وتمكن رجعنا ورافقنا في معالجة هايش حقيقية كذلك الشخص الذي يتجاوز بعضهم ذا إحنا نقول لك دع التراث يقول لك أنت الآن تريد أن تتعامل ثم تخرج الطب ولا درس دراسة عاملية يشتيف على العملية في القلب المفتوح كما يموتون ناس لا ما تنجح العملية أو العملية طبعا هذا مجرم ما عندما يقعش طبيب إذن كيف أأخذ من اللي أأخذ هذا التراث أدرسه من باب كما أخلت من باب أنه أحداث أدرسها كيف نزلوا كيف أصروا كيف قعدوا وكيف وصف ماذا يمكن أستفيد منه ملكة بك حتى اكتسب الملكة حتى اكتسب الخبرة ثم ثم بعد ذلك ما يمكن أن ينفعني أكيد وأكيد أنه هناك مشاكل متشابهة أقل شيء يقرب لك الاستدلال قبل النظر كيفية النظر جميل ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك أنظر إلى هذا الواقع واستفادة من التجارب يعني حتى ليس من الحكمة هل معقول من الحكمة أن واحد يدرك تراث كل التاريخ وكل يبدأ من جديد نبدأ من عصر آدم يعني عادي نحن بغير ثياب بغير كالسبقونا طيب يا أخي مثل ما بنبني في صناعة الثياب في صناعة المال في أشياء على تراث الأمم وعلى تجاربهم كذلك في أحكام الشريعة نستفيد من هذا التجروة لكنها غير ملزمة لنا ويجب أن نجتهد لعصرنا بما يتناسب معه بملاحظة الظرف الواقع الذي هو فيه وما هو الذي ملزم حتى أختم بهذه المشاركة طيب الملزم لنا هو أن نقف عند أحكام الشريعة كاملة فما كان منها ثابتا فنقف عنده النصوص يعني النصوص الثابتة التي تقف مع الأشياء الثابتة في حياة الناس وهي كثيرة نعم حتى لو قلنا أنها قليلة لكنها أصول أصول والمتغيرات هي التي تتغير بس أنا أضح أمثل على ما قاله الشيخ يعني عمر الخطب رضي الله عنه لما أصبح هو الخليفة وهو يسيس أو يسوس أحوال الناس بشريعة الإسلام نعم عندما مثلا في عام المجاعة قيل أنه لم يقيم حد السرقة على من أخذوا أموال غيرهم نعم هو في الحقيقة جاء يطبق أحكام الشريعة على هذا الواقع فوجد أن الوصف العلة علة السرقة غير متوفرة في هؤلاء الجيع لأنهم أخذوا من مال لهم فيه شبهة نعم فبالتالي ما الذي صنعه؟ فبالتالي أنه سطع أن ينظر ما هو حكم الشريعة في هذه المسألة فوجد أن الوصف غير متحقق هو لم يغير حكم الشرع حكم الشرع لم يعطل لم يعطل حكم الشرع لم يعطل أبداً حكم الشرع ثابت ولكن إن زاله على هذه الحالة غير صحيح لأن هذه الحالة غيرها ليست هي المسألة نزل عليها الشرع لظرف استثنائي لظرف استثنائي نتوفر الشروط فيها نعم فأقول لنا الآن نحن الآن محتاجين إلى أن نفقه الواقع بفقه كبير جداً جداً لأنه الصعب الآن هو كيف تدرك الواقع وتوصفه كما هو لأن الخلاف غالباً يكون في هذه النقطة شوف أحمد بن حنبل له رواية كثيرة يروى عنه أكثر من رأي في عالم اسمه الشعراني قال في كتاب الميزان قال أنا أرى أن اختلاف المذاهب خاصة المذاهب الأربعة في المسائل هذا اختلاف نافع لأن كل واحد رأى في هذه المسألة أن هذا هو حكم الله وهو مصف فيه لأنه رأى من زاوية واحدة في حال واحدة والثاني رأى من زاوية أخرى في حال أخرى في حالة أخرى شوف تتعددت الآراء باختلاف العيش الأحوال الأحوال وجهة النظر وإلا أحكام الشريعة فهي واحدة لكن أحكام الشريعة تنزلت على أحداث ووقائع فاختلاثت باختلافها مثلا مثلا أخير بس حديث 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 المصرة حديث المصرة بعض العلماء رد هذا الحديث باعتبار أنه خالف قواعد شوف الذي النظر في هذا الحديث وجدوا أن هذا الحديث يحكي حالا ثانية لا تنطبق عليها القواعد الأخرى بسبب أن هذا حبس الحليب في هذه الغنمة أو في هذه الناقة فترة من الزمن ثم جاء اشتراها واحد غدر به أو غرر به فحلبها هذا الحليب الذي كان في ضرعها لم يحدث في حالة ضمان المشتري هو الحقيقة وإنما كان قد حدث في حال الضمان البائع ولذلك فهو له وليس المشتري فكان قاعدة بذاته مختلفة على قاعدة لقال العلماء أن الأصل أنها للمشتري لأنها أصبحت في ضمانه هي في ضمانه لكن هذا الحليب إنما هو حبس وإلا كان في ضمان البائع فشوف الشريع الإسلامي كيف ترعي الواقع لم يوقف الحديث هو عاده مختلط ولأنه مختلط لم يوقف الحديث فما عرف فيه حق هذا بهذا لأنه قد يتولد في ضمان المشتري فلذلك حكم الشريع الإسلام بحكم آخر فقال تمر وصعب التمر هذه الحديثة نعتبره جمة في فهم الواقع الدقيق من يركز حتى الفقهة كثير منهم استغربوا من يركز على مسألات الحليفة تديل الغنم هذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله تعالى كيف يحكم على الأشياء وفق العدل وفق الميزة عرف هذه القضية فحكم بحكمها بذلك الله خيرا الحديث هو شجون يبدو شيخ مشايخنا الكرام ويحتاج إلى حلقات أخرى كثيرة بإذن الله تبارك وتعالى يسهل الله بنا ذلك إذن عزان المشاهدين الكرام إلى هنا أكون قد انتهيت من هذه الحلقة التي لا يزال الحديث فيها يحتاج إلى حلقات أخرى لم يبق لي إلا أن أتقدم بكل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور نصر السلامي وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الوزير الوقشي على كل ما تفضل به أشكر لكم كذلك على حسن متابعتكم وإصغائكم وشكر موصول لكل الإخوة العاملين معنا في الإعداد لهذه الحلقة أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يجعل هذه الأعمال في منزان حسناتنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو عندي عمر يكفي لنشرت تعاليم الديني ما بين القاصي والداني إن أقصى المغرب للصيني لو عندي عمر يكفي لو عندي عمر يكفي